انتظار الرد الإيراني المحتمل يضع تل أبيب وواشنطن في حالة تأهب قصوى وتنسيق حثيث الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وما عقبه من تهديدات إيرانية على المستويات السياسية والعسكرية بالانتقام القادم جعل إسرائيل والولايات المتحدة يعملان عن كثب لبلورة رد فعل موحد من أجل ذلك يرتقب أن يصل قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال إيريك كوريلا إلى تل أبيب ليجتمع بكبار مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وبوزير الدفاع يو أف جالانت موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تستعد لهجوم مباشر محتمل وغير مسبوك ضد إسرائيل من الأراضي الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز ضد أهداف إسرائيلية سيناريو يبدو أنه بات الأكثر ترجيحا لدى دوائر صنع القرار الإسرائيلية التي تلوح برد إسرائيلي بهجوم مباشر على الأراضي الإيرانية ورغم ترجيحات أمريكية سابقة بمبادرة إيران بالرد بنفسها أو عبر بوكلائها قبل نهاية شهر رمضان فإن طبول التصعيد التي ما زالت تقرع حركت سلسلة اتصالات أمريكية إسرائيلية لبحث الموقف ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل استفسرت من الولايات المتحدة عن إمكانية المساعدة في الحد من الرد الإيراني من خلال إرسال رسائل تحذير خاصة وعامة إلى الإيرانيين بإبراز قوتها في المنطقة كما نسق مسؤولوا البلدين أيضا في الأيام الأخيرة بشأن الدفاع الجوي والصاروخي المشترك على الجانب الإيراني أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات هاتفية مع أربعة من نظرائه في دول الجوار لبحث التطورات ومنذ هجوم دمشق الذي قتل فيه الجنرال محمد رضا زاهدي أحد كبار جنرالات فيدق القدس الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية الإيرانية في لبنان وسوريا هدد المسؤولون الإيرانيون علنا بالانتقام مما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد نقليمي يصعب التكاهن بمآلته